السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام قال احدهم لم يحبوني احد بعمق ولم تؤمن عائلتي بي يوما بيبدأ فيلمنا النهاردة مع بنت جميلة اسمها نيلا بتقابل شاب بوسيم جدا اسمه جو فحفلة الثقافة المعمولة في الجامعة ومن اللحظة دي بيقعوا في حب بعض وفي يوم عيد ميلادها صاحبتها بتجاهز الترطة وبتدخل عليها الاوضة علشان تفاجئها لكن بتلاقي جمعها وبتقول نيلا تقفل الباب بسرعة فبتقول لها صاحبتها انها هتتصل بامها علشان تعرفها اللي هي بتعمله لكن بعد ما بتحس ان جو بيحبها فعلا بتقرر ما تعملش كده وبعدها بقى نيلا وجو بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيلحظوا ان صورهم على السوشيال ميديا عليها تفاعل كبير جدا والناس حابين يشوفوهم مع بعض في الوقت ده بيتفقوا بقى انهم يعملوا بيجي على اليوتيوب ينشروا فيها فيديوهات كتير وعلى طول من اول فيديو القناة تنفاجر مشتركين ولايكات وفيديو ورا فيديو القناة بتكبر معهم وساعتها بيقرروا يتجوزوا وبيعيشوا اجمل اوقات حياتهم مشهورين بقى وبيحبوا بعض وبيسفروا اجمل الاماكن هيلاقوا احسن من كده فين وبعد خمس سنين بقى من جوازهم بنلاقي نيلا طلع لايف وبتقول للمتابعين انها رايحة تعمل مفاجأة جو وتحتفل مع بعيد جوازهم وبتبقى فهمة انه قاعد في اجتماع زي ما قالها علشان كده بتوقف له الاشعارات علشان ما يعرفش انها فتحت لايف ويكتشف المفاجأة بس للأسف بعد ما بتوصل نيلا وهي متحمسة جدا بتتصدم انه قاعد مع واحدة تانية وبيخنها في الوقت ده نيلا الغضب بيعميها تماما وبتروح تضربهم هما الاتنين وبتعمل فضيحة كبيرة في المكان من غير ما تاخد بالها ان كل الناس اللي موجودين بيصوروا اللي بيحصل وفي ثواني معدودة الفيديو بينزل وبيبدأ الناس يترياؤوا عليهم في الكومنتات ده غير بقى الشباب بتوع محتوى الرئاك اللي بيعملوا من صوتها وهي بتتخانق ريميكس وبيغنوا عليه كمان ده غير الكوميكات والستيكرز يعني بمعنى اصح كل شخص في البلد شاف الخناءة بتاعتهم وبعد كام يوم بيقارت جوية التصل بنيلا يعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش في وعيه وان البنت اللي كانت معادي من ضمن اصدقائه اللي في جروب للتقنيين اللي بيهتموا بمصلحة الناس العامة وبعد ما مشوا اصحابهم من الكافيه شربوا كتير وقربوا من بعض من غير ما يقصدوا وبيفضل يتحايل عليها وبيقسم لها ان دي اول مرة يعمل كده لكن نيلا مش بتصدقه وبتقول عليه جبان علشان مش قادر يعترف بالحقيقة وقتها بقى جو بيتعصب وبيقرر يطلع كل الكلام اللي شايله في قلبه من ناحيتها وهي انها مش بتفكر غير في الفيديوهات والمتابعين والاعلانات اللي بيعملوها للبرندات الكبيرة بس نيلا بترد عليه ساعتها وبتقوله يخلع توب الفضيلة لانه من الاول كان كل همه الفلوس والشهرة وبيقول لها كده دلوقتي علشان يبان قدام الناس انه هو المظلوم وهي مفترية علشان مش راد يتسمحه وقتها بيقرر جو يسألها اذا كانت جاية بجد تفاجئه ولا كانت بتجري على المتابعين فبتحزن نيلا ساعتها لان طول السنين اللي قضوها مع بعض معرفش مدى حبها لي وبتقرر تقفل فوشه وبعدها على طول بتنزل بوست انفصالها على السوشيال ميديا وبتطلب اردر كحول وعلى ما يجهز الأردر بتعمل فيديو تعلم البنات يحطه ميكوب لكن بتتفاجئ بهجوم من بعض المتابعين اللي بيحبوا جو وبيكتبوا لها انها مش هتعرف تبقى نجمة من غيره لانه هو اللي كان بيعمل كل حاجة من سكريبت وتمثيل وإيدت كمان فبتفضل نيلا تقلب في الكومنتات وهي حزينة جدا وكل الناس بيهجموها بس فجأة بتاخد بالها من واحد كاتب لها اسمه أبليكيشن جديد وبيعرفها انه هيساعدها تنسى جو تماما فبتنزل نيلا الابليكيشن فورا واللي بيكون اسمه CTRL اختصار لمصطلح كنترول وده لان الابليكيشن ده معمول بالزكاء الاصطناعي وبيقدر يساعدك تسيطر على حياتك وتقدر تعيشها من غير ما تعتمد على حد وعلى طول بتسجل دخول بالإيميل بتاعها وبتختار شخصية ولد تتكلم معاها وبتختاره كمان ان يكون اسلوبه بيهزر ويغزلها علشان يطلعها من المود السيء اللي هي فيه وكمان بتقرر تسميه إلن وده هيبقى من دلوقتي أقرب صاحب ليها وهيعرف عنها كل حاجة وأول ما بيبدأ البرنامج يشتغل بتكتشف انه بيشتغل بنظام صوتي ومرئي يعني الكاراكتر اللي بيكلمها بيقدر يشوفها ويكلمها كأنه موجود معاها في القوضة وبيقول لها ساعتها انه يقدر يساعدها في كل حاجة تخص حياتها من تجهيز موعيد لتطوير في الأكاونتات بتاعتها على السوشيال ميديا لكن نيلا بتقوله انها مش عاوزة منه غير انه يمسح كل حاجة تخص جو من على جهازها فبيجمع إلن أكتر من 150 ألف صورة وفيديوهات ملهاش عدد وبيعرفها انه محتاج 3 شهور تقريبا علشان يمسح كل البيانات دي وبيعرض لها وقتها أول صورة تصوروها مع بعض وبيطلب منها تحكيله عن شعورها وقت الصورة دي علشان ده هيساعد ان نفسيتها تتحسن لما يمسحها فبتحكيله ساعتها انها قبل تجوف حفلة الثقافة في الجامعة وكان شكله وسيم جدا وعنيه مليانة بالحب ناحيتها وبتعرفه بعدها انها عاوزة تمسح كل حاجة عنه رغم انها بتحبه لانها اكتشفت خيانته لها وقتها إلن بيحاول يصلح بينها وبين جو وبيقول لها ان في تجربة نفسية بتقول ان الراجل ما بيقدرش يعبر عن مشاعره فبتتعصب نيلا ساعتها وبتقوله انه صاحبها هي ومش عاوزة منه يدافع عن جو أبدا ساعتها بقى بيكون شال جو من الصور بتاعتهم خالص وبيغزلها بقى وبيقول لها انها بنت جميلة ومش محتاجة اي حد جنبها بعدها بتضحك نيلا من كلامه وبتفضل تتكلم معاه عن تفاصيل كل صورة وفيديو وبتحكيله انها قرر اتباع أهلها علشان تتجوزه رغم ان ابوها كان رفضه وبعد شوية بتتعب نيلا وبتقرر انها تنام وبتخليه يوصل لكل ملفاتها علشان يقدر يكمل عملية المسح وبمجرد ما بتقفل عينيها بيعمل ميوت وبيدخل على السرش يمنع البحث عن مشروع سري اسمه يوني كورن عامله شركة منترا للتقنيات تاني يوم بقى بتصحى نيلا بتلاقي ايلن مجهز لها فيديو جديد تنزله على السوشيال ميديا علشان تبين للناس انها قادرة تكمل لوحدها وبيستخدم ايلن ساعتها معرفته الكبيرة بالخوارزميات وبيخليه يوصل لعدد كبير من المتابعين واللي لما بيلقوها قوية وقدر على التحدي بيشجعوها وبيقفوا في ظهرها ومن بعد الفيديو ده ايلن بيفاجئ نيلا ان عندها مواعيد كتير مقابلات وسيشينات تصوير وكمان بيفاجئها ان شركة كنترول نفسها قررت انها تبقى الواجهة الاعلانية ليهم وهتاخد مقابل كده فلوس كتير جدا وطبعا على طول بتوافق وبتحضر المؤتمر وبتتصور مع المعجبين بتوعها وبعد ما خدت الفلوس بتاعتها اشترت الشقة اللي كانت بتحلم بيها طول عمرها وفي يوم بتسمع الباب بيخبط وبتشوف ان جو هو اللي جاي يخبط عليها وبيطلب منها انها توافق تتكلم معاه لانه عاوز يحكي لها حاجة مهمة ما تخصش علاقتهم خالص لكن نيلا بترفض وبتطلب له الامن يطلع وياخدوه وفي نفس اليوم بالليل بتبقى نيلا بتلعب رياضة في البلكونة وساعتها جو بيبعت لها رسالة بيعتذر لها فيها عن اللي عملوا معاها وبيترجها تروح تقابله علشان يقول لها على حاجة مهمة في الوقت ده ايلن بيستغل انها مش موجودة وبيرد عليه على اساس انه هي وبيقول له انها هتروح تقابله وقبل ما تدخل نيلا بيمسح الرسالة بتاعتهم مع بعض وكأنه مفيش حاجة حصلت وبعدها بكام يوم بتبقى نيلا عندها سيشن تصوير وبتكلمها صاحبتها فيديو كول بتعرفها ان اخت جو كلمتها وقالت لها ان جو مختفي من 3 ايام وما تعرفش عنه حاجة فبتقلق نيلا عليه ساعتها وبتفضل تتصل عليه لكن ما بتلاقيش اي رد فبتقرر تخلص شغلها الاول ولما بترجع البيت بتفضل طول الليل تتصل عليه ولما ما بيردش عليها بتتصل على اصحابه وتسألهم عنه لكنهم بيفجؤوها انهم ما يعرفوش عنه حاجة من فترة وقتها بيلاحظ ايلن انها متوترة وبيسألها عن السبب فبترد عليه وبتعرفه انها الان على جو علشان مختفي فبيستغرب ايلن ساعتها من رد فعلها لانها من فترة قريبة كانت عاوزا يختفي ولما حصل بتقلق عليه وده لان روبوت العلاقات بالنسبة له افعال ملهاش علاقة بالعواطف المهم ان نيلة بتسيبه وبتحاول تفتح الاكاونت بتاع جو لكن بتلاقيه غير الباسورد بتاعه فما بيبقاش قدامها حل دلوقتي غير انها تتصل على اخته بس حتى اخته ما بترضاش ترد عليها ومع ذلك بتقرر نيلة تبعت لها رسائل على الاكاونت بتاعها علشان تطمن على جو وبتقول لها تقدر تساعدهم ازاي فبتقول لها اخته تروح تبلغ الشرطة ومن غير تفكير بتقوم نيلة تغير هدومها علشان تروح الاسم رغم ان ايلين بيعرفها انها دلوقتي عندها جلس التصوير فبتتخانق مع سعيتها وبتقول له يلغي المعاد لكنه بيقنعها انها كده مش هتبقى professional فبتضطر انها تخليه اجله بس لحد ما تخلص مشوارها وبنلاي امها بقى بتتصل عليها بعد ما خرجت من القسم وبتقول لها ما تدخلش في الموضوع ده لانها خايفة عليها فبتتعصب على امها وبتقول لها ان جو كان جوزها واستحالة تقف ساكتا وهي حاسة انه في خطر ولما بترجع البيت بتتفاجئ ان ايلين قرأ المحادسات بتاعتها وعرف انها كانت في القسم وبيعرف منها كمان انها بلغت الشرطة عن الاماكن اللي جو كان بيتردد عليها بعدها بتدخل تقلب في الاكاونت بتاعه لحد ما بتلاقيه حاطط صورة لي مع البنت اللي خانها معاها وقتها بتقرر انها تدخل تبعت لها رسالة تسألها اذا كان جو معاها بس بعد شوية بترد عليها البنت وبتقول لها انها ما تعرفش عنه حاجة من اربع ايام فبتطلب منها نيلة ساعتها انهم يتكلموا شوية فبتوافق البنت وبترد على اتصال نيلة وبتحكي البنت ساعتها لنيلة انهم كانوا اصحاب في جروب التقنيين لحماية المصلحة العامة للناس وكانوا بيتقابلوا كل اسبوع وفي اخر مرة اكتشفوا سر خطير عن شركة مانترا وما بترضاش البنت تحكي اي حاجة غير لما نيلة بتوعدها ان الموضوع هيفضل سر بينهم فبتبدأ نيلة تقلق والفضول بيسيطر عليها وبتوعد البنت انها مش هتعرف حد اللي هتقوله وساعتها البنت بتحكي لها انه من فترة واحد شغال محل البيانات في شركة مانترا اتصل على جو وبلغوا انهم بيعملوا مشروع سري خطير اسمه يونيكورن وده بيسجلوا فيه كل بيانات العمل بتوعهم وبيبيعوا المعلومات دي باسعار خرافية وبتعرفها ان بعد المكالمة دي جو واحد صاحبه كمان اسمه ميكالي فضلوا يدور وراء المضوع لحد ما تأكدوا انه صح بس للأسف قبل ما يبلغوا الشرطة موظف الشركة لقوا ميت وهددوا ميكالي انهم هيخلصوا عليه فبيقرر يبيعي القضية ولما بيلقوا جو مصمم انه يفضحهم بيختفوه بعدها بتقفل نيلا المكالمة وبتحاول بكل الطرق انها تفتح الاكاونتات بتاعة جو وبعد محاولات كتير بتنجح وبتدخل على الرسائل اللي بينه وبين موظف مانترا وبتلاقيهم ساعتها كانوا بيبعثوا فيديوهات لبعض من خلال موقع صعب الاختراق علشان شركة مانترا ما تسمعش اللي بيحصل بينهم والان الجهاز مش بتاع جو ما بيرضاش يفتح الشات ولا الفيديوهات دي فبتقوم ساعتها نيلا تدور على اللابتوب القديم بتاع جو ولما بتلاقيه بتفتحه وبتوصل للرسائل دي بكل سهولة وبتلاقي موجود لينك في الشات وكاتبين عنه انه خطير جدا فبتاخده نيلا كوبي وبتفتح بعدها اكاونت موظف مانترا تقلب في البتج بتاعته لحد ما بتقابل بوست ان نزلوا صاحبهم ميكالي واللي كان صحفي عليه صورة لجسط موظف مانترا اللي لقوه ميت في بيته بطريقة وحشية وبيكتب ميكالي على البوست ان شركة مانترا هي اللي ورا وفاته فبتدخل نيلا فورا تكلمه في شات الجيميل بينهم علشان تسأله عن جو لكن بمجرد ما بتبعت الرسالة بتنتشر اخبار ان الشرطة لقيت جو ميت في عبارة اول ما بتشوف نيلا الفيديو وهما بيطلعوا الجسة بتنهر وبتفضل تعيط بحرقة وبتبقى اول واحدة تحضر العزة وبتتخاني مع الصحفية اللي بتقرب من قبر جو علشان تاخد الصبق وده خلى الناس يقلبوا عليها بس انيلا مش بتهتم دلوقتي غير انها تظهر الحقيقة ولما بترجع البيب بتلاقي قلم بينادي عليها علشان يعرفها انه قدر في وقت قياسي يمحي كل ذكرياتها مع جو للأبد وبعد ثواني بالضبط بتلاقي فيديو نزل وتشل في نفس الثانية ومكتوب عليه في ضيحة منترا وقتها بقى بتتأكد من كلام البنت وبعدها على طول بتلاقي فويس نوت مبعوط من رقم غريب ولما بتفتح بتتفاجئ انه يبقى ميكالي وبيقول لها تاخد بالها من نفسها طالما عاوزة ترجع حق جو وبيبعت لها لينك ساعتها بيبقى في كل الأدلة اللي تدمر منترا وبيكون فيه كمان فيديو خطير كان عامله جو قبل ما يموت علشان يفضحهم وبيتكلم فيه عن المشروع السري اللي عاملينه واللي بيستخدموا فيه الزكاء الاصطناعي علشان يكبروا الناس انهم مش محتاجين حد جنبهم وبيدوهم احساس زائف بالسيطرة الكاملة وساعتها بتفهم نيلا انه بيتكلم عن الابليكيشن اللي هي نزلته واللي على طول بتقرر انها تمسحه فورا وبيقول فيه كمان انه بعد ما يقضي فترة معينة مع الشخص هيقدر يقلب صوته ويستخدمه بقى في انه يسرق حسابه البنكي وكمان ممكن يركب صورته على فيديوهات مش كويسة بمعنى اصحها يتحكم في كل تفصيله في حياته من غير ما يحس وبيقول في اخر الفيديو انه لو مات هيبقى شركة منترا وصاحبها هم اللي ورا موتو ساعتها بقى بتفضل تعيط نيلا علشان رفضت تسمعه لما جالها ودلوقتي بقى بتقرر تستغل شهرتها وتنزل الفيديو على السوشيال ميديا وتفضحهم في اللحظة دي علشان ابليكيشن كنترول يتحكم في كل حاجة تخص نيلا ادروا من خلاله انهم يضربوا الجرس علشان تروح تفتح وساعتها بيغيروا محتوى الفيديو خالص وبينزلوا من غير ما تاخد بالها وبيكون محتوى الفيديو ان جو بيتهمها انها السبب في موتو وانه سابها علشان حس ان الشهرة جننتها وبمجرد ما بينتشر الفيديو الشرطة بتقبض عليها فورا والرأي العام بيتقلب كله عليها تماما لكنها بتفضل تتهم شركة منترا انهم السبب في موتو الموظف وجوه وكمان بيتحكموا في مصير الناس وبيرأبوا كل لحظة في حياتهم بس للأسف علشان هم مخترقوا جهازها ومسحوا كل الأدلة محدش بيصدقها ده غير ان صاحب الشركة استغل الموقف وعمل دعاية كبيرة لأبليكيشن كنترول على اساس انه هيساعد الناس ياخدوا بالهم من صحياتهم النفسية قبل الصحية وبكده نيلا لو فضلت واقفة فوشهم هتتحبس وحياتها تتضمر علشان كده صاحبتها بتروح تزورها وبتجيب معاها محامي من محاميين مانترا الكتير جدا وبيقنعوها انها لو تنزلت عن كل الأضايا اللي رفعتها هيمسحوا كل الفيديوهات اللي شوهت صورتها من سجلات البحث وهيساعدوها تبدأ من جديد زي ما ساعدوها قبل كده بمزاجهم انها تبقى واجهة الأبليكيشن بتاعهم وكمان تبقى أشهر بلوجر في البلد وبيهددها المحامي انها في المقابل لو صممت على موقفها هيرفعوا عليها أضايا هم كمان وهيسجنوها وهياخدوا كل صروتها كتعوض عن تشويه سمعتهم ساعتها نيلة ما بتلاقيش أي حل غير انها توافق على مطالبهم وبترجع بعدها تعيش مع أهلها وبتشتغل في محل الحلويات بتاع أبوها وبتنعزل تماما عن العالم الكداب اللي كانت عايشة فيه لحد ما في يوم بتطلع تلعب رياضة في الشارع وبتشوف الإعلان الجديد بتاع أبليكيشن كنترول وقتها بقى بترجع البيت وبتنزله وبتعمل إيميل جديد عليه وساعتها بتتفاجئ إن جو بقى من ضمن الشخصيات الموجودين وقتها بقى بتختار إن هو اللي يتكلم معها ومع كل كلمة بيقولها بتفضل نيلة تعيط لإنها حاسة بالزنب علشان ما قدرتش ترجع له حقه ومن هنا بقى بتقرر تكمل حياتها بشكل طبيعي زي كل الناس وبتختار إن جو يبقى هو صاحبها الوحيد لإن حتى وهو عايش كان أكتر شخص مخلص لها وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في الكومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم